سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة جناها هؤلاء الخريجون في التعليم التقني والتطبيقي احتفت بتخريجهم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري للدفعتين العاشرة والحادية عشر من طلبتها موزعين على مستويات البكالاريوس والدبلوم المتقدم والدبلوم التقني تخرج بداية لنجاح الدرب الطويل لنقني ما فعلنا الخمس سنوات ننفع به هذا الوطن العظيم نعمل لكي نبني ونطور هذا الوطن رب العالمين هذه فرحة يتمنىها الجميع طبعا وبلا خص منهم في مقاعد دراسة وطبعا هذه ما نقطة نهاية للإنقاذات القادمة فان شاء الله نتمنى من جميع الخريجين أنهم يواصلوا وطبعا هذا شيء طبعا جميل جدا لي والآخرين وأولياء الأمور كذلك فرحتهم تسبق فرحتنا ولا الله الحمد فوج جديد بلغ عددهم 904 خريج وخريجة في تخصص الدراسات التجارية وتقنية المعلومات والهندسة أنهوا متطلبات الدراسة وصعدوا اليوم على منصة التخرج يتوشحون بوشاح العلم والمعرفة بفرحة غامرة وشعور ممزوج بالسعادة السنوات قضيناها بالجد والاجتهاد مرينا بفترة من الصعوبات والحمد لله قدرنا التغلب عليها ومن توفيق من الله تعالى التخرج هو نهاية التعلم وبداية رحلة حياة سعيدة مليئة بالنجاح والتفوق جدا ممنونة لمن كان معي في هذه الرحلة أشكر أمي وأبوي وأخواني وأهلي وأصدقائي من ساندوني وكانوا معي اجتهاد لمدة خمس سنوات قضيناها في تخرجنا شعوري طبعا في هذا اليوم جميل جدا شعور كل طالب خريج في هذا اليوم انتاز بالفرح والسرور لحظة انتظرها طلبة هاتين الدفعتين لتكون لهم محطة عبور لحياتهم العملية ويجنون ثمار جهدهم ويهيؤون أنفسهم ليلتحقوا بسوق العمل بكفاءاتهم المؤهلة لخدمة هذا الوطن في شتى القطاعات سنوات من الدراسة قضاها هؤلاء الخريجون والخريجات في هذا الصرح العلمي انتهت بهذه اللحظة من مشاعر السعادة والفرح من ولاية عبري سالم بن هلال الشغيلي محافظة الظاهرة